وأضف الرئيس السيسي أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر ولفت الرئيس السيسي إلى أن قوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الوطن مدعومة بوحدة شعبها وإرادته وصلابته لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر إلا أنني أودع للتركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار حيث قدم بجميع فئاته مثالا يحتزى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال ونما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي ونصر فقد كان نصر أكتوبر حقا حكاية شعب حكاية أباء وأمهات قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن حكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق حكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده حكاية جلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل لتؤكد أن هذا الشعب يبزل الغالي والنفيس لإحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته ترجمة نانسي قنقر